ما سنتعلمه في الحصة المقبلة هو العمر التالي كما تلاحظون هنا لدينا قطعة AB لكنها قطعة غير ساكنة هذه القطعة هي قطعة دماميكية ستلاحظون لماذا؟ لأنني عندما أضغط على اس أحصل على هذه الحركة وكأنني أقوم برسم القطعة AB انطلاقا من النقطة A نحو النقطة B ولكن عندما أضغط على B وكأنني أحصل على هذه الحركة وكأنني أقوم برسم القطعة AB دائما لكن انطلاقا من النقطة B نحو النقطة وهذا ما سنتعلمه إن شاء الله في الحصة المقبلة